ما رأيناه هو أن عدة دول في أوروبا في الشرق الأوسط لا تقدر التجارب التي مرت بها مصر في السنوات السبعة الأخيرة عندما تحاول البلد أن تحمي هويتها وأن تحافظ أو تحمي حدودها. هذا ليس بالعمل السهل الإحتياجات الفورية لمصر ربما أدت إلى تسليط الضوء على الحاجات داخل مصر ولكن ليس بإمكاننا أن نستخف بالدور مصر كوسيط في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أو بين إسرائيل والعرب بصفة عامة وإذا كان التركيز حاليا على الاحتياجات الوطنية المحلية في مصر إذا كان التركيز على القارة الأفريقية هذا لا يعني أن مصر ستتخلى عن دورها في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأعتقد أن هذا الدور سيعود أعتقد أن مصر تعكس ما يحدث في المنطقة هذا الحماس لبناء السلام لا أراه على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب الفلسطيني ولكن إذا كان هناك غد جديد إذا كانت هناك جهود جادة لبناء نوع من العمليات لتحقيق نوع من السلام سنرى عودة لدور مصر وسترون عودة لإلقاء نظرة جديدة من الأوروبيين والأمريكيين على مصر